مفصل الورك الولادي أو عصر التصنع التطوري للورك عند الأطفال مفصل الورك عبارة عن مفصل كروي يتكون للجوف الحقي ورأس عزم الفخز يتميز سشريح الحق بمكوناته الرئيسية السلاسة عزم الحرقفة وعزم الإسق وعزم العانى عند نجو الهيكل العظمي تندمج جازي لعزم السلاسة في الغضروف المسلسي لتشكل عزما واحدا الحافة المفصلية الخارجية للجوف الحقي تتمادى مع شفى الحق تشكل الشفى اللي فيها الغضروفية جنبا إلى جنب مع الرباط الحلقي المستعرض حلقة كاملة حول الحق والتي تتشكل إلى حد كبير وتتطور عند الولادة ترتكز محفظة المفصل في الجهة القريبة على حافة الحق ومن الجهة البعيدة ترتكز على الخط بين المدورين للفخز أماميا وعنق الفخز من الخلف يرتبط نمو الجوف الحقي ورأس الفخز ارتباطا وسيقا حيث يتطور تقاعد طبيعي للجوف الحقي استجابة لوجود رأس الفخز ضمنه بشكل مركزي يؤثر أسر التصنع التطوري على الورك غير الناضج للرضية وهو عبارة عن نمو غير طبيعي لمفصل الورك مما يؤدي إلى علاقة غير متناسقة بين رأس الفخز والحق بشكل أبسط أسر التصنع التطوري للورك هو حالة لا يستقر فيها الجزء الكروي من عزم الفخز في الجوف الحقي بشكل صحيح مما يؤدي إلى ضمحلاله بحيث لا يغطي تجويف الحق رأس الفخز بكامل مما يجعل المفصل أقل استقرارا وقد يسبب الخلع إضافة إلى ذلك تحدث استبدلات في الحجم أو الشكل أو التوجه التشريحي في كل الجوف الحقي ورأس الفخز وإذا تركه دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في المشي وألم شديد في الوركين والتهاب مفصل تنكسي عند الشباب يتراوح معدل حدوث حصل تصنع التطوري في الورك بين 1.5 وعشرين لكل ألف ولادة وتتحسن الغالبية العظمة عفويا في غضون 2 إلى 8 أسابيع يحدث عصر التصنع التطوري للورك عند البنات أكثر من الصبيان وهو أكثر شيوعا بين الأطفال المولودين في أسر لديها التاريخ من عصر التصنع التطوري في الورك يصاب الورك الأيسر ثلاث مرات أكثر من الأيمن ويمكن أن يصاب كل الوركين الأسباب الدقيقة لأسر التصنع ليست معروفة دائما قد يحدث عدم استباتية في الورك بعد الولادة عند الأطفال لذين كانوا في الوضع المقعدي داخل الرحم كما أن التقييد الجسدي الفيزيائي داخل الرحم كعقلة السائل الأمنوسي والحمل التوأمي يمكن أن تساهم في حدوث عصر التصنع تحدث 6 حالات من أصل 10 حالات من عصر التصنع عند الأطفال البكر ربما لأن الرحم الأم يكون أكثر إحكاما خلال حملها الأول مما قد يقيد حركة الجنين في بعض الأحيان قد يساهم تقميط غير المناسب أيضا في حدوث عصر التصنع عندما يتملف أرجل الرضية في وضعية استقامة وتقريب يمكن أن يحدث عصر التصنع عند الأطفال الأصحاء أو يمكن أن يترافق مع حالات أو متلازمات معينة بما في ذلك الأمراض العصبية العضلية مثل الشلل الدماغي فرط المرونة والرخاوة المعممة وهو شائع في متلازمة إهلر دانلوس ومتلازمة مارفان أثر التصنع الهيكلي وهو مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على كيفية نموع عصام الطفل قد يكون من الصعب اكتشاف أثر التصنع الورك لأنه حالة صامتة لن يتسبب ذلك في بكاء طفلك من الألم ولا يمنعه عادة من تعلم المشي غالبا ما يتم اكتشافه عند الولادة أو بعدها بفترة وجيزة أصنع الفقوصات الدورية قد تتفاوت درجة الإصابة من مجرد أثر تصنع حيث يكون الجوف الحقي ضحل ولكن رأس الفخز موجود ضمنه أو تحت خلع حيث يتم خلع رأس الفخز من موضعه التشريح الطبيعي لكنه لا يزال يحتفظ ببعض الاتصال مع التجويف الحقي أو يحدث خلع كامل حيث لا يوجد اتصال بين رأس الفخز والجوف الحقي إذا كانت أعراض الطفل خفيفة قد تمر مرور الكرام دون أن تكتشف أثناء الرضاعة والطفولة وقد تتفاقم في بعض الحالات مسببة ألما في الورك لاحقا في الحياة عندما يحدث ذلك تدعى هذه الحالة عصر تصنع الورك عند المراهقين هناك حالة قليلة شيوع تدعى خلع الورك المسخي ويشكل واحد الاثنين بالمئة من خلوع الورك الولادية ويترافق عموما مع شزوزات الصيغة الصبغية وعوجاج المفاصل وأمراض أخرى يحدث الخلع المسخي خلال الأشهر الأولى من الحياة داخل الرحم عند الولادة يكون رد خلال مفصل مستحيلا هناك بعض العلامات التي تلاحظها في المنزل بصفتك أحد الوالدين والتي يمكن أن تدول على عصر تصنع الورك عند طفلك إذا لاحظت أي مما يلي يجب عليك أحضار طفلك إلى طبيب الأطفال لفحصه قد تلاحظ عندما يكون طفلك مستلقيا على بطنه أن تجاعدات إحدى الأرداف أقل من الأخرى يمكن أن تشير تجاعد الأرداف غير المتماثلة إلى عصر التصنع في بعض الحالات ولكن يمكن أن تكون أيضا حالة طبيعية عند تغيير حفاظ طفلك أو تحريك ساقيه فقد تشعر بنقرة أو تقق في وركه يمكن أن يكون هذا وضعا طبيعيا ولكن يمكن أن يكون أيضا مؤشرا على عصر تصنع في الورك قد تواجه صعوبة في وضع الحفاظ لأن الورك المخلوع لديه مجال حركة محدود ولا يمكن تبعده بشكل كامل قد تلاحظ أن أحد الرجلين تبدو أطول من الأخرى يمكن أن يكون هذا مؤشرا على عصر تصنع الورك بعد تعلم المشي تصبح مشي طفلك من النوع المتمائل تختلف العلامات والأعراض حسب الفئة العمرية عند الأطفال الأصغر من ثلاثة أشهر يعتبر تشخيص عصر التصنع التطوري للورك سريريا عند الأطفال حديثي الولادة والرضع ويتم إجراؤه باستخدام مناورات بارلو وأرتولاني اختبار بارلو هو مناورة لإحداث خلع في الورك غير المستقر والطفل بوضعية الاستلقاء الظهري يتم وضع الفخز بزاوية قائمة على الجزع وفي وضعية التقريب يتم الإمساك بالجزع القريب من عزم الفخز بين السبابة والأصبع الوسطى فوق المدور الكبير والإبهام في المنطقة الإربية يطبق قوة عبر ركبة الطفل عموديا على الورك في محاولة لخلع رأس الفخز من داخل الحق إذا كان الورك قابلا للخلع فقد يتم الشعور بطقة مميزة عندما يخرج رأس الفخز من المفصل علامة ارتولاني هي عكس ذلك تماما أي أنها اختبار لرد مفصل الورك المخلوع أي عند فحص الطفل لحديث الولادة مع خلع ورك يتم رد رأس الفخز إلى الحق من خلال هذه المناورة يتم هذه المناورة الطفل بوضعية الاستلقاء الظهري مع سن الوركين وركبتين بزاوية 90 درجة والفخزين في وضعية التقريب مع دوران داخلي خفيف عند القيام بتبعيد الورك مصحوبا بدوران خارجي خفيف للفخز يتم ملاحظة الطقة محسوسة عندما يعود الرأس إلى مكانه وفي بعض الأحيان قد يكون هناك صوت مسموع لهذه الطقة وهنا يقال في مثل هذه الحالات أن علامة ارتولاني إيجابية يتم فحص أحد الوركين في كل مرة مع تثبيت الورك الآخر جيدا في وضعية التبعيد خفيف بين عمر ثلاثة إلى ستة أشهر قد يصبح رد الورك لدى الأطفال الوعيين أمرا صعبا لهذا السبب من غير الشائع حصول على اختبار ارتولاني إيجابي عند هذه الفئة العمرية يجب على الفحص أيضا أن يضع في اعتباره أنه في حالة ظهورة صوت تقطق عند الأطفال وقت إجراء الفحص السريري قد لا يكون هذا بسبب عدم السباتية أو خلال الورك هناك علامة أخرى هي علامة غلياتزي مع استلقاء الطفل وركبتيه مسنيتين لن تكونوا ركبتان على نفس مستوى الارتفاع هذا يدل على اختلاف طول الطرفين السفليين تكون هذه العلامة أكثر وضوحا في الحالات وحديث الجانب بين عمر ثلاثة أشهر والسنة نرى تحدث التبعيد في الورك المصاب وتفاوض بطول طرفين السفليين عند الأطفال الأكبر من سنة نجد ميلان في الحوب فعص قطني استجابة لجماش الورك الناتج عن الخرص نائي الجانب عند الطفل في سن المشي ماشية تريند لينبرغ التي تنتج عن قصور العضلات المباعدة في الجانب المصاب كما ذكرت سابقا نظرا لأن عصر تصنع الورك التطوري هو خلال شائع يجب فحص جميع الأطفال حديثي لولادة سريريا الأطفال الذين لديهم عوامل الخطر التي ذكرتها سابقا للإصابة بعصر تصنع الورك ما أو بدون علامات الإصابة غالبا ما يحتاجون استقصاءات أخرى وتتضمن الفحص بالأمواج فوق الصوتية أو الإيكو يتم استخدام الأمواج فوق الصوتية عند الرضع بعمر الأربعة أشهر أو أقل لأن الورك لا يزال يغلب عليه الغضروف ولا يمكن رؤيته في عمليات المسح الأخرى يعد هذا الفحص ضروريا لتأكيد التشخيص إذا كان الفحص السريري إيجابي أو عند الاجتباه في وجود عصر تصنع مفصل الورك وصيب إجراء الإيكو عند الأسبوع السادس لأبطال معرضين لخطر كبير كوجود قصة عائلية أو مجيء مقادي بغض النظر عن الفحص السريري كما أنه يستخدم لمراقبة الرد أثناء العلاج بجهاز بافلك يسمح الفحص بالإيكو بمشاهدة تشريح الحق العظمي ورأس الفخز والشفة والأربطة ومحفظ المفصل بوضوح هناك زوايا تنقياسها أثناء القحص الزاوية التي اعتمد عليها بشكل أساسي لمساعدة في توجيه العلاج هي زاوية ألفا وهي الزاوية التي تتشكل بين الحق العظمي وعظم الحرقفة تعتبر هذه الزاوية طبيعية إذا كانت أكثر من 60 درجة ويكون هناك عصر تصنع عندما تكون زاوية ألفا أقل من 60 درجة الزاوية الأخرى هي زاوية بيتا وهي الزاوية التي تتشكل بين خطوط على طول الشفة الغضروفي والحرقفة وتعتبر طبيعية إذا كانت أقل من 55 درجة أثناء الفحص بالإيكو يتم فحص الورك أيضا لتأكد من سباتيته بنفس طريقة اختبار بارلو ولكن يتم استخدام الأمواج فوق الصوتية لمعرفة ما إذا كان الورك غير مستقر بدلا من الاتماد على شعور طبيب الأشعار البسيطة يبدأ استخدام التصوير الشعاعي البسيط للحوض لتأكيد عصر التصنع بعد أن يبلغ الطفل سن الأربعة أشهر لأن رأس الفخز لا يتعظم حتى سن الأربعة إلى ستة أشهر في التقييم الشعاعي لتشخيص عصر التصنع خلال الأشهر الأولى من الحياة يجب استخدام القياسات والعلامات غير المباشرة مثل خط هلغين رينر الأفقي وخط باركنز العمودي وخط شينتون خط هلغين رينر هو خط أفقي يمر عبر الغضروف المسلسة الأيمن والأيسر عند الطفل الطبيعي يجب أن يقع مركز تعظم رأس الفخز تحت هذا الخط خط باركنز هو الخط العمودي على خط هلغين رينر ويمر عبر نقطة على الحافة العلوية للجوف الحقي عند الطفل الطبيعي يجب أن يقع مركز تعظم رأس الفخز أنسيا للداخل من هذا الخط ألمن أنه يتأخر تعظم رأس الفخز في حالات الخلال الولادي خط شينتون وهو خط منحني على طول الحافة السفلية للشعب العانية العلوية وعلى طول الحافة السفلية لعنق عزم الفخز يجب أن يكون هذا الخط منتواصلا ومنتظما يدل انقطاع خط شينتون وانكساره إلى عصر تصنع الورد مشعر الجوف الحقي يطلق على مشعر الجوف الحقي أيضا اسم زاوية الجوف الحقي وهو قياس شععي لتقطيع العظمية لرأس الفخز بوساطة الحق هي زاوية تتشكل بين خط هلغين رينر وخط من الغضروف المسلسي إلى الحافة العلوية للجوف الحقي يجب أن تكون أقل من 25 درجة عند الأطفال الذين تزيد عمارهم عن 6 أشهر وعند العامين 20 درجة 30 درجة تعتبر الحد الأعلى الطبيعي لزاوية الجوف الحقي سنتحدث في فيديو لاحق عن خيارات الإلاج المتابعة لأسر التصنع التطوري في الورد عند الأطفال ترجمة نانسي قنقر